اشتركوا في القناة وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحقوا ما قال عبد وكلنا لك عبد لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات الدروس العلمية في شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى وكنا في اللقاءين الماضيين قد تكلمنا عن الإيمان مسلم رحمه الله تعالى وعن صحيحه وها نحن في هذه الليلة المباركة نبدأ بشرح أحاديث صحيح الإيمان مسلم رحمه الله تعالى وقد بدأ الإيمان مسلم رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الإيمان وأول حديث ذكره في هذا الكتاب أول حديث ذكره حديث جبريل عليه السلام حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه حديث جبريل المشهور بخلاف الإمام البخير رحمه الله تعالى فإنه بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الإيمان ومن المعلوم كما سبق معنا في اللقاء الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الكتب فبدأ بكتاب الإيمان وانتهى بكتاب التفسير ولكنه لم يذكر تحت هذه الكتب أبوابا وإنما الذي بوّب الذي بوّب لحديث صحيح مسلم هم الشراح وأحسن من بوّب هو الإمام النووي رحمه الله تعالى هو الذي ذكر الأبواب أما مسلم رحمه الله تعالى فيذكر الكتاب كما هنا كتاب الإيمان ثم يذكر تحت هذا الكتاب الأحاديث المتعلقة به ويذكر الحديث وجميع طرقه وهذه كما ذكرنا ميزة امتاز بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى على الإمام البخاري بخلاف الإمام البخاري فإنه يذكر الحديث في عدة أبواب ويقطعه في عدة أبواب ويجعله تحت عدة أبواب الإمام مسلم رحمه الله تعالى بدأ بكتاب الإيمان ولعلنا قبل أن نبدأ بالشرح نقرأ الحديث حديث الباب قال أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله تعالى بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل وعلا حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذي العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بوريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في مقهان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحرف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فقذيه وقال يا محمد أخبرني على الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقال وقال ما موسلم رحمه الله حدثني محمد عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد عبد قالوا حدثنا حماد زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن يحيى بن عمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحجشت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيي بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم قال وحدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم خبير قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا لي ردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولادت الآمة بعلها يعني السراري وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تجرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسوله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تتلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفات العرات الصم البقم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر طرق هذين الحديثين في هذا في مكان واحد الإمام النوي رحمه الله تعالى بوّب فذكر أول باب تحت كتاب الإيمان قال كتاب الإيمان ثم قال رحمه الله باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبر وبيان الدليل على التبر ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه هذا التبويب كما ذكرنا هو الإمام النوي رحمه الله تعالى والإمام النوي رحمه الله تعالى إذا نظرنا إلى تبويبه نجد أنه نظر إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام المسلم رحمه الله تعالى وكأنه ذكر ملخصا لها في هذا التبويب بل هذا التبويب يعتبر يعتبر تلخيص التلخيص فهو ذكر هذا التبويب وكأنه لخص ما في هذه الأحاديث بل يعتبر هذا تلخيص التلخيص فلو أن إنسان جمع هذه الأبواب جمع هذه الأبواب ثم قرأها وحفظها لاستفاد منها كثيرا فإن الإمام النوبي رحمه الله تعالى يذكر خلاصة وتلخيص ما في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام المسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ولذلك سنجد أحيانا في تبويب الإمام النووي طولا فمثلا هنا ذكر يعني بابا طويلا يعني عنوان باب وموضوع باب طويل العنوان طويل لماذا؟ لأنه كأنه يلخص ما في هذه الأحاديث ولذلك قال باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وهذا موجود في حادث جبريل عندما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم قال ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي من أجله ساق ابن عمر رضي الله عنهما حديث جبريل باب قال باب ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى ثم قال وبيان الدليل على التبر ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاض القول في حقه لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني لأنهم أنكروا ونفوا القدر وهذا يأتي معنى الحديث عنه إن شاء الله عز وجل إذن هذا تبويب الإيمان النوي رحمه الله تعالى وأن تبويبه يعتبر ملخصا أو تلخيصا ملخص لما في هذه الأحاديث التي ذكرها الإيمان مسلم رحمه الله تعالى والإيمان مسلم رحمه الله تعالى كما سبق معنا أنه عنده دقة في ترتيب أحاديثه وفي سياقها في تحت هذه الكتب فكأنه صنف هذه الأحاديث على أبواب إلا أنه لم يذكر هذه الأبواب ولم يعنون لها فجاء الشراح وذكروا واشتهدوا في تبويبها ومن أفضلهم كما أسلفت الإيمان النووي رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ في شرح الحديث بما أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بكتاب الإيمان بدأ بكتاب الإيمان فيجدر بنا أن نأخذ بعض المسائل مما تتعلق بالإيمان ومن هذه المسائل التي سنتكلم عنها هي تعريف الإيمان ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ لغة وشرع الإيمان لغة هو التصديق لقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي بمصدق لنا فالإيمان لغة التصديق وأما شرعا فالتعريف الحق الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو التعريف الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه سلف هذه الأمة قالوا هو قول باللسان وهو النطق باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب اعتقاد بالقلب قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح وعمل بالأركان أي بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان إذن إذا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أنه يشتمل على ثلاث أمور الأمر الأول أنه قول باللسان وهو النطق باللسان والأمر الثاني أنه اعتقاد بالجنان يعني بالقلب ليس نطقا فحسب وإنما نطق واعتقاد والأمر الثالث ليس نطق واعتقاد فقط بل كذلك عمل بالجوارح والأركان فهو يجتمل على هذه الثلاث الأركان يجتمل على ثلاث أركان اعتقاد وقول وعمل اعتقاد وقول وعمل كذلك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو التعريف الصحيح وقد خالف يعني في هذا فرق ضالة مبتدعة خالفوا في تعريف الإيمان فمنهم من قال بأن الإيمان هو قول واعتقاد قول واعتقاد ومنهم من قال بأن الإيمان هو معرفة القلب هو تصديق القلب فالذين قالوا الذين قالوا أن الإيمان قول واعتقاد هؤلاء هم المرجع الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان فقالوا فقالوا هو الإيمان قول واعتقاد هؤلاء المرجع والذين قالوا بأنه تصديق بالقلب أو هو المعرفة فقط هؤلاء الجهمية هؤلاء الجهمية الذين قالوا بأن الإيمان معرفة أو تصديق بالقلب فقط ولا شك أن كلا المذهبين وكلا القولين باطلان كلاهما باطلان فإن الذي يقول بأن الإيمان هو قول باللسان يدخل في هذا المنافقون وعلى هذا فإن المنافقين على هذا فإن المنافقين مؤمنون على هذا القول لأنهم يقولون بألسناتهم أشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله بألسناتهم يقولون ذلك فالذين يقولون بأنه قول باللسان يدخل في هذا القول المنافقون وكذلك الذين يقولون بأن الإيمان وهم الجهمية بأن الإيمان هو معرفة القلب أو تصديق القلب يدخل فيه حتى كفار قريش فإن كفار قريش يعترفون بالله سبحانه و تعالى بأن الله هو الخالق الرازق المحر المميت وأن الله هو الرب بل يدخل فيه حتى فرعون بل يدخل فيه حتى الشيطان إبليس فإنو يعترف بالله سبحانه و تعالى فعلى قول هذا الباطل هؤلاء كلهم اعتبروا مؤمنين على هذا القول الباطل وعلى هذا المذهب الباطل وأما التعريف الصحيح والقول الراجح والذي عليه سلف هذه الأمة والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو ما ذكرت سابقا وهو أن الإيمان اجتمع على ثلاث أركان قول واعتقاد وعمل فكل هذه الثلاث أركان لا ينفك بعضها عن بعض قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فلابد من هذه الثلاث الأمور من هذه الثلاثة الأركان القول والاعتقاد والعمل فالقول ركن والاعتقاد ركن والعمل كذلك ركن فهذه الثلاثة هي داخل في مسمى الإيمان فالإيمان اعتقاد وعمل وقول وليس قولا فحسب ولا قول وتصديق بالقلب فحسب ولا معرفة أو تصديق فقط كما قال هذه الأقوال تلك الفرق الضالة الفاسدة الباطلة بعد ذلك ما الفرق بين الإيمان والإسلام ما الفرق بين الإيمان والإسلام عرفنا تعريف الإيمان أن الإيمان هو التصديق ما هو الإسلام الإسلام هو الاستثلام والإذعان والإنقياد لله سبحانه وتعالى وفي حديث جبري الذي سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الإيمان والإسلام فرق بينهما فعرف صلى الله عليه وآله وسلم عرف الإيمان بالأعمال الباطنة وعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة عرف الإيمان بالأعمال الباطنة وعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة فدل على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الإيمان والإسلام إذا جاء في آية أو في حديث فيكون لكل واحد منهما معنا فإذا جاء الإيمان والإسلام في حديث واحد كما هو في حديث جبريل المشهور الذي سياتي معنا إن شاء الله عز وجل فيكون الإيمان له معنا والإسلام له معنا فالإيمان يكون بمعنى الإيمان يكون بمعنى الأعمال الباطنة القلبية والإسلام يكون بالأعمال الظاهرة وأما إذا افترق فإذا افترق اجتمع إيش معنى هذا بمعنى أنه لو جاء الإيمان في حديث فإن الإسلام يدخل فيه وإذا جاء الإسلام في حديث فإن الإيمان يدخل فيه وإذا جاء الإيمان في حديث فإن الإسلام يدخل فيه وكذلك إذا جاء الإسلام في آية كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فسمى الله عز وجل الدين سماه إسلام فدل على أن الإيمان يدخل فيه كذلك ليس فقط الإسلام وإنما كذلك الإيمان يدخل فيه وإذا كذلك جاءت آية فيها الإيمان فإن الإسلام يدخل فيه كذلك إذن هذا معنى قولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع إذن إذا اجتمع فإن الإيمان يدل على الأعمال القلبية الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة وإذا افترق يجتمع بمعنى أن الإيمان يدخل فيه الإسلام وأن الإسلام يدخل فيه الإيمان وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات تدل على هذا التفريق ونقل المصنف الإمام النوي رحمه الله تعالى نقولات كثيرة عن الإمام الخطابي وعن الإمام البغوي وعن ابن البطال كله يعني ليبين معنى الإيمان والإسلام وأن الإيمان تدخل فيه كذلك الأعمال الظاهرة كما أن الإسلام تدخل فيه الأعمال القلبية فكما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمارة الأذى عن الطريق والمعلوم أن لا إله إلا الله هي أول ما يدخل بها الإنسان الإسلام فهي من الأعمال الظاهرة وأيمارة الأذى كذلك هي من الأعمال فدخلت في الإيمان فدل على أن الإسلام يدخل في الإيمان فدل على أن الإسلام يدخل في الإيمان وكذلك في قول تعالى إن الدين عند الله الإسلام سمى الله عز وجل الدين كله سماه إسلام فدل على أن الإيمان يدخل في مسمى الإسلام وهنا يعني نقل كذلك الإمام النوي رحمه الله تعالى عن الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية نقل كلاما جيدا قال رحمه الله في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإسلام قال وجوابه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال اسما لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد إذن هنا لأنه جمع بين الإسلام والإيمان في حديث واحد فجعل الإسلام للأعمال الظاهرة قال لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد أي للأعمال القلبية قال البغوي رحمه الله وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان بل الأعمال من الإيمان الأعمال من الإيمان قال والتصديق بالقلب ليس من الإسلام وكذلك التصديق بالقلب هو من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين يعني كل ما الإيمان والإسلام يجمعها كلمة الدين ولذلك في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام والإيمان وكذلك الإحسان كل هذا سماه دينا والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام فيدخل فيه الإيمان ويقول الله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل انتهى كلام الإمام البغوي رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس حيث أنه ذكر أن الإيمان يتعلق بالعمال الباطنة والإسلام بالعمال الظاهرة وكل من الإيمان والإسلام يشملها كلمة واحدة وهي الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في نهاية الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم في آخر تعريفنا للإيمان قلنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فمذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي فإن الإنسان كلما كان قريبا من الله عز وجل كلما كان مطيعا لله سبحانه وتعالى متقرب إليه بأعمال بر والخير والإحسان كلما كان كلما زاد إيمانه وكلما وقع الإنسان في المعاصي وكلما ابتعد عن الطاعات وفعل الخيرات فإنه يكون فإن إيمانه ينقص فإذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي ويدل على ذلك أدلة كثيرة من ذلك قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله تعالى وزدناهم هدى وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فكل هذه الآيات تدل على أن الإيمان يزيد دلت هذه الآيات وغيرها من الآيات على أن الإيمان يزيد وما دام أنه يزيد فهو ينقص ما دام أنه يزيد فالزيادة تدل على أنه كذلك فيه نقصان وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وخلفها على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى قال عبد الرزاق سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعية ومعمر بن راشد ومن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال وهذا قول بن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد وعبد الله بن مبارك قال فالمعنى الذي يستحق به العبد المدحى والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح هذه الأمور الثلاثة إذا أتى بها الإنسان فهو الذي يستحق الولاية والمدحى من المؤمنين وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسوله صلاوة الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق وإن كان في كلام العربي يسمى مؤمنا بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته أن المؤمن الحق من كانت هذه صفته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الله أولئك هم المؤمنون حقا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمن حقا فإذا هنا أخبر سبحانه وتعالى أن المؤمن الحق هو الذي يصدق بقلبه هو الذي يصدق بقلبه عمل القلب ويعمل بجوارحه ويقر بلسانه ولذلك هذه الآية فيها الاعتقاد وفيها العمل وسماهم الله عز وجل بي المؤمنين ولذلك الإمام البخير رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان ليبين وليدلل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فإنه يبوّب ويقول باب الصلاة من الإيمان وباب الزكاة من الإيمان وباب الجهاد من الإيمان وهكذا سائر أبوابه في كتاب الإيمان وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول بلا عمل وتبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب العم الإمام البخاري في كتابه الإيمان ذكر هذه الأبواب وجعلها كلها من الإيمان قال باب الصلاة من الإيمان باب الزكاة من الإيمان باب الجهاد من الإيمان ليبين أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وليرد بهذا التبويب على قول المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان قول بلا عمل أن الإيمان قول بلا عمل وليبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة كذلك قال وكما سبق أن ذكرنا من الذين خالفوا في في هذه المسألة في الإيمان الكرامية الكرامية وبعض المرجئة قالوا الإيمان هو الإقراب اللسان دون عقد القلب قال المصنف ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على أكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين يعني فإن المنافقين إن المنافقين يقولون أشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقرون بألسنتهم فهم على قول الكرامية وبعض المرجئة هؤلاء المنافقين مؤمنون يعتبرون من المؤمنين والله سبحانه وتعالى سماهم منافقين مع أنهم يظهرون ما لا يبطنون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم في الدرك الأسفل من النار نسأل الله السلامة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إلى قوله تعالى وتزق أنفسهم وهم كافرون إذن كما أسلفنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وأن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا قال المصنف رحمه الله تعالى الله تعالى وأما إطلاق اسم الإيمان على أعمال فمتفق عليه عند أهل حق قال ودلائل في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أجمعوا على أن المراد صلاتكم فهنا سمى الله عز وجل الصلاة وهي من الأعمال الظاهرة صماها إيمان قال وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أجمعوا على أن المراد صلاتكم وأما الأحاديث قال فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات والله أعلم في مسألة أخرى وهي من مات على التوحيد المؤمن الذي يكون من أهل القبلة ومات وهو على التوحيد فمذهبوا إلى السنة والجماعة على أنه مادام أنه مات على التوحيد وهو من أهل المعاصي فإنه لا يخلت في النار وإنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عفى عنه ابتداء بفضله ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر هذه المعاصي التي كان عليها في الدنيا ثم يكون مآله إلى الجنة ثم يكون مآله إلى الجنة قال واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين في مسألة كذلك من مسائل الإيمان مسألة من مسائل الإيمان ولعل نختم بها جلستنا ولقاءنا هذا وهي قول الإنسان أنا مؤمن هل يجوز له أن يقول أنا مؤمن هكذا إطلاقا أم يقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة وقال واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن قال فقال الطائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذن هذا مذهب وقول في هذه المسألة أنه لا يطلق لا يقول أنا مؤمن وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين هذا هو قول الأول قال وذهب آخر وهو القول الثاني إلى جواز الإطلاق إلى جواز الإطلاق يعني له يجوز له أن يقول أنا مؤمن وأنه لا يقول إن شاء الله قال المصنف وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق قال وذهب الأوزاع وغيره إلى جواز الأمرين وهذا قول ثالث وهذا قول ثالث إلى جواز الأمرين يعني الإطلاق والتعليق إذن عندنا ذكر المصنف ثلاثة أقوى في المسألة القول أول وهو قول طائفة أنه لا يقول أنا مؤمن إطلاقا مقتصرا على ذلك بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله والقول الثاني أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن من غير أن يقول إن شاء الله والقول الثالث جواز الأمرين قال المصنف والكل صحيح باعتبارات مختلفة قال فمن أطلق نظر إلى الحال وأحكام الإيمان بمعنى أن من قال بالإطلاق من قال بجواز قول أنا مؤمن من غير أن يقول إن شاء الله نظر إلى الحال الذي هو عليها فإن الحال الذي هو عليه هو الإيمان ويجري عليه أحكام وتجرى عليه أحكام الإيمان فهو عندما يقول أنا مؤمن يعني حالا الآن فالذي يقول بجواز ذلك نظر إلى الحال وأن أحكام الإيمان تجري عليه في هذا الوقت الذي قال في هذه الكلمة وهو أنه قال أنا مؤمن والذي قال لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو نظر إلى المآل نظر إلى المآل ولا يدري ما الذي سيختم له هل يختم له بالإيمان أم لا فإن الإنسان لا يعلم ماذا سيختم له فلذلك عندما يقول إن شاء الله نظر إلى المآل نظر إلى المآل ونظر إلى اعتبار العاقبة وما قدره الله سبحانه وتعالى فلا يدري أ يثبت على الإيمان أم يصرف عنه قال والقول بالتخيير حسن الصحيح نظرا إلى ما أخذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف ثم نتكلم عن أمر آخر وهو الكافر هل يجوز الكافر أن نقول هذا كافر إن شاء الله أم نقول كافر إطلاقا فالذي قال كافر نظر إلى الحال إذن نقف عند هذه النقطة وعند هذه المسألة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويرزقنا الإخلاصة في القول والعمل وبالله التوفيق وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته